زي النهاردة من 93 سنة كان فيه صوت أول مرة حد يسمعه مولود جديد بيعية في قارية الحلوات في الشرقية سموه عبد الحليم ومحدش خطر على بالوقتها أن صوت هذا المولود هتسمى في كل الدنيا وهيفضل مسموع لسنين وسنين طويلة بعد وفاته عبد الحليم علي شبانة لما اتولد في 21 يونيو سنة 1929 اتكتب علي اليوتن لأن مامته يعني ماتت وهي لسه والدة يمكن ماتت وهي في نفس شهر ميلاده في شهر يونيو وكان لازم يعيش بعد كده محروم من حنان الأم يعيش في ظروف صعبة الظروف مادية كانت صعبة جدا لدرجة أنه اتربى وعيش حياة الملاجئ لكن عشان عبد الحليم شبانة يبقى عبد الحليم حافظ عبد الحليم شبانة عبد الحليم حافظ يحتاج لسنين طويلة من الشقة والتعب والإرادة حليم حاول كتير يقدم فنه الجديد بإحساسه هو لأن الجمهور كان غاوي القديم وقتها كان مجرد مطرب صعد بيدور على حد ممكن يؤمن بموهبته ويساعده وكان من نصيبه أنه رئيس الإزاعة حافظ عبد الوهاب خدوا بالكم حافظ عبد الوهاب يشوف فيه حاجة مختلفة فدالوا اسمه حافظ عشان يبقى عبد الحليم حافظ الكلام ده كان سنة 151 وهذا التوقيت مهم جدا لأنه بعد سنة واحدة مصر بتدخل عصر جديد بعد ثورة 52 تتلغي الملكية تبتدي الجمهورية ويتغير المزاج العام في مصر الكل عايز التغيير الكل عايز الجديد وده اللي كان عند عبد الحليم حافظ هو ومجموعة من شباب الملحنين في الوقت ده والشعراء ودي بقى الأقدار اللي بتساعد المقتهدين فيتحول صوت عبد الحليم حافظ لصوت الزمن الجديد الصوت عبر فيه عن تمرد الشباب في زمنه وعن قضايا وطنه وعن كل أحلام جيله سواء في أفلامه أو في أغنياته كل نبرة صوت نحتتها أيام الشقة والحرمان اتحولت لإحساس صادق بيوصل لقلوب الملايين من غير وسيط وكل آهة فراء حس بيها طلعت من قلبه بكل صدق لسه عايشة معانا ولسه أغاني عبد الحليم حافظ لحد دلوقتي هي نسمة الرومانسية اللي بتلطى في حياتنا وبتجدد ثقتنا في الحب وفي الأمل وفي أرقى المشاعر الإنسانية النهاردة وأنا جاية بفتح الراديو سمعت عبد الحليم حسيت أن يوم يختلف أكيد أعز الناس والله عبد الحليم حافظ وفي يوم عيد ميلاد عبد الحليم حافظ فيه الحياة مفارقة غريبة جدا لأنه في نفس اليوم ده ماتت السندريل سعاد حسني سابتنا يوم 21 يونيو 2001 والحقيقة غربت المفارقة هنا أنه في حاجات كثير جامعت بين حليم وسعاد قصة حب يمكن قصة جواز ممكن معرفش الحقيقة ده موضوع حتى زي اللحظة محل جدل لكن الأكيد أنه البدايات الصعبة جامعتهم سوا وأن الزمن الرومانسية اللي عاشوا فيه قمة تقلقهم جماعهم وأنهم اجتمعوا مع بعض في عمل سينمائي واحد هو فيلم البنات والصيف كان دور سعاد حسني مش حبيبة عبد الحليم كان دورها أنها أخت عبد الحليم في هذا الفيلم سعاد تولدت في بولاء الدكرور سنة 1943 كان ترتبها العاشر ما بين إخوتها العددهم 16 بنت وولد كلهم مش أشقاء منهم إخوات من الأب منهم إخوات من الأم لكن الأب والأم بالتأكيد انفصلوا وكل واحد منهم شاف طريق تاني طبيعي أن سعاد في الظروف دي وفي الزمن ده ما تدخلش مدارس فتعلمت في البيت وعاشت بدايتها في حياة يعني مش سهلة في واقع صعب كان محاصرها من كل اتجاه لحد ما جات اللحظة اللي غيرت مصار حياتها الشعر عبد الرحمن الخميسي بيكتشف موهبتها بيقدمها في مصرحية كبيرة وصعبة في نفس الوقت مصرحية هاملت بمجرد ما خرجت موهبة سعاد حسني للنور اتفتحت قدامها الأبواب لأنه كان صعب أنه أي حد يتجاهل موهبتها حضورها فلقيت نفسها في بلاتوهات السينما بتمثل أول أفلامها حسن ونعيمة مع مخرج كبير المخرج هندري بركات طبعا وبتبتدي بقى سعاد حسني رحلة سينمائية ليس لها مثيل فيه تمانية من أفلامها في قيمة أهم مئة فيلم في تاريخ السينما المصرية الزوجة التانية رائعة صلاح ابو سيف خلي بالك من زوزو اللحاء طبعا أعلى إرادات في تاريخ السينما المصرية استمر عرضه في السينمات سنة كاملة تخيلوا سعاد حسني كانت نجمة شباك ودي ظاهرة مش بتحصل كتير بالنسبة للممثلات على فكرة بغد الوقت لو حد عايز يمدح كده ممثلة جديدة فيقول لها إيه أنه أنت فيك شوية شبح من سعاد حسني سعاد حسني أيقونة السينما المصرية في الذكرى الواحد وعشرين لوفاتها بنقول لها مش نسينك أبدا اشتركوا في القناة